بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مشاهدين الكرام في كل مكان نبعث إليكم أجمل تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة النعيم هي نظرة وقراءة نسعى من خلالها إلى أن نقتدي بخير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وباسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبا في المدينة حياكم الله يا شيخنا حياكم الله سلام الرحمن وحيا الله الجميع أسأل الله لي ولكم التوفيق طبعا هذا مشاهدين البرنامج تقدمه لكم مزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولمن تابعنا في الحلقة الماضية توقفنا عند غزوة أحد وأجملنا الحديث عن هذه الغزوة وحاولنا أن نقرأ ما فيها وأن نستنبط الفواعد اليوم إن شاء الله عنوان هذه الحلقة هو غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق ونبدأ منها هذين الإسمين فضيلة الشيخ عرفنا هذه الغزوة بهذين الإسمين فالأصل في تسميتها الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الأحزاب اسم القرآن قال الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والخندق اسمية تاريخية ذلك أن الصحابة حفروا خندقا حول المدينة يردون به دخول خيل قريش وفرسانها إلى مدينته صلى الله عليه وسلم ولما كانت الأسماء في المعارك وفي غيرها ترتبط بالأشياء الأكثر فيها اقترن جاء هذان الإسمان فلما النظر إلى التسمية القرآنية ولأن العرب تكالبت واجتمعت حتى اليهود معهم على أهل المدينة وهي تسمية القرآن يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودلوا أنهم بادون في الأعراب هكذا قال الله فسميت بهذه الصورة وهو واقع جليل وأنزلت صورة بهذا الإسم ومن نظر إلى ذلكم الخندق المجلوب من غير العرب سمها باسم الخندق ولا تناقض في الإسمه هي سمية الخندق كما ذكرت تاريخيا لأنه حفر فيها الخندق وهذا الخندق الذي لم يكن معروفا عند العرب أيضا إطلالة تاريخية حول هذا الحدث النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في معركة يحدين وغيرها قبل أنه عليه السلام آخذ بقول ربه وشاورهم في الأمر شوق يقول والأمر شورى والحقوق قضعوا فالدين يسرا والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضعوا فتشار صلى الله عليه وسلم الناس لما علم أن أبا سفيان جمع له خلقا كثيرا لا يحصن من قبائل غطفان وغيرها ومن اليهود ومن مالأ القريش من الأعراض فكان من الأعراض التي طرحت أن يحفر المؤمنون خندق صاحب هذا الرأي سلمان رضي الله عنه وسلمان الفارسي من فارس وفارس أمة عظيمة معروفة والله جل وعلا قال في سورة الروم ألف لام مغلبة الروم في أدنى الأرض وكان هذا في صراعهم مع الفرس لكنه قال جل وعلا في سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في جمهور أهل التفسير على أن المراد به أهل فارس وفي صريح المسلم لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من هؤلاء أي من فارس وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتفي سلمان فالفرس أمة العظيمة منذ القديم وهم أهل حضارة وتجربة وملك قبل أن يعرفه العرب وسلمان رضي الله عنه من المعمرين وسكن المدينة قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير أراده الله أن يسوقه إليه فلما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه على بينة من أمره يتحقق من علامات ثلاث أنه يأكل الهدية يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبينك تفهي خاتم النبوة فأخذ اتخذ الطرائق حتى تبينت له هذه الثلاث فأسلم ثم اعتق فلا نفسه رضي الله عنه أرضه وأصبح صاحبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال عنه سلمان بحر علم لا ينزف هو منا أهل البيت فلنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الضعف لكن نسبتها إلى علي صحيح سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحافر الخندق وهذا لا بد أن نفرق ما بين التقارب الديني والتقارب الحضاري فالتقارب الديني لا يمكن أن يقع لأنه يلزم منه أن تقبل شيئا من دينهم وأن تتعلم أن دينهم باطل أو أن تتنازل عن شيء من دينك وأن تعلم أنه حق فليس في الإسلام شيء اسمه تقارب أديان أما الحوار شيء آخر الحوار غير التقارب الحوار غير التقارب فالله جل وعلا ذكر في القرآن محاورة بين مؤمن المكافر ما بين من هو الحنيفية من هو اليهودية الحوار بين الملائكة بعضهم مع بعض الحوار بين الأنبياء والرسل الحوار بين الأنبياء وأممهم لكن التقارب منفي البتة بقينا في تقارب الحضارات هذا ما أذون به فليس حفر الخندق شريعة منزلة يفتخر بها الفرس أو الروم أو غيرها تتعلق بدينهم وعباداتهم المحضر إنما أثر تجربة إنسانية فلما ساق سلمان هذا الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام قبيله ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا من صنيعي الأعاجم لأن هذا من الحضارة من الحق المشاع الذي لا يمكن أن يكون ملكا وليس وقفا على أحد إنما هو أمر يحق لأي أحد وقد قال عليه الصلاة والسلام كما يقولون بالصحيح كنت أريد أن أمتي أعنى غيلتي حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا فكان يريد أن ينهى أمته أن المرأة إذا كانت حاملة ألا تردع طفلها خوفا على الجنين فلما علم أن فارس والروم يصنعان هذا الشأن ولا يضرهما أذن به صلى الله عليه وسلم فهذا ملتق حضارات فسلمان رضي الله عنه أرضاه نقل هذه الحضارة من بلاده الفرس هي مخبوعة في ذهنه نقلها إلى الصحابة اقتنع بها صلى الله عليه وسلم اقتنع بها الصحابة أذن عليه الصلاة والسلام وأمر بحفر الخندق ليسد على قريش ووقع ما أرادوا فلما آتت قريش لا تشكوا لحظة أنها تستطيعوا أن تقدحم المدينة فكانت الحرتان من الشرق والغرب مانعتان فكانت بنوا قريضة يسكنون الجنوب وثم تامتداد للحرة وثم تحصون تمنع من الجنوب ما بقي إلا الشمال من الشرق إلى قليل من الغرب هو الطريق قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتضنون بالله الظنة في هذه المواطن التي يمكن أن يدخل معها العدو حفرت فحال الحفر ما بين فلسان قريش وجنودهم وجيشهم كله بين أن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهذه حضارة يقتبسها المسلمون من فارس بواسدة رجل مسلم ناصح رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سلمان الفارس نعم نجمل طيب فضيلة الشيخ هذه الغزوة إجمالا ما دار فيها من أحداث وما إذا يمكن أن نقرأ فيها الحديث عنها حديثا ذو شجون لأن الله جل وعلا ذكره كثيرا في كتابه وقلنا سميت صورة باسم هذه الغزوة في حال أنه لا تجد في القرآن صورة اسمها بدر ولا ويد لما تكالبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لسلمان ورأيه عمدوا إلى الحفر كان عليه الصلاة والسلام يشاركون في الحفر ويحفر ولما قسم بينهم ما يحفرون اتخذ لنفسه معه فكان يأتون إليه ويحفرون ويرى من في البيوت العناء الذي يجده الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم جابر أن يذبح شاتا للنبي عليه الصلاة والسلام ويشترط عليه أن يكون لوحده أو ثلة معه لكن النبي يدعو الجيش كلها فيطعم الجيش والشات باقية وشات جابر يوم الحرب معجزة نعم النبي ونعم الجيش والشات قد قيل مديحك الوحي والسبع القراءات صلى الله عليه وسلم هذه الأحداث عندما تصبح الشاه طعاما لجيش بأكمله أي سكينة ستمزل على الجيش تجعله أعظم يقينا فيحفر صلى الله عليه وسلم معه تأتي كدية مانعة فيذهب صلى الله عليه وسلم ليراها فيضرب فيقول الله أكبر وعطيت مفاتيح الشام الله أكبر وعطيت مفاتيح المداعين الله أكبر وعطيت مفاتيح الهمل هذا وأحدهم يعجز أن يذهب للخلائي لوحده فلما قال هذا انقسم الناس متى ينقسم الناس السيد الرحمن لجاء العلم في الجهل لا ينقسم الناس لكن العلم يجعل الناس يختلفون هذا يقبله وهذا يرفضه ولهذا قال الله جل وعلا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا هذا حال أهل النفاق قال عن حال أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والله لما ذكر الاختلاف الأمن السابق قال من بعد ما جاءهم العلم وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتيهم البينة لما جاءتهم البينة تفرقوا لأن ليس كل أحد موطأ قلبه ليس كل أحد موطأ قلبه أن يقبل الحق والمريض القلبي تجرحه الحقيقة وقد كان الناس في قريش على رأي واحد حتى بعث صلى الله عليه وسلم بالحق الأبلج فاختلف الناس وقتتلوا على هذا وقع هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به حاول بعض فرسان قريشا كعمر بن ود أن يجد ثغرة في الخندق فيقتحمها ففعل فبرز إليه علي فقتلها ثم إن قريشا طلبت جثة عمر بن ود لماذا قال عليه الصلاة والسلام إنها جيفة كافرة خبيثة الجثة خبيثة الديها ولم يقبل لم يقبل المال لم يقبل المال ورد لهم الجثة أعطاهم الجثة ولم يقبل المال ولم يقبل المال لكن أعظم من ذلك ما كان من تأييد الله جل وعلا ونبيه لنبيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرها فقدف الله في قلوبهم الرعب وخرجوا وعادوا بعد أن داهمتهم الرياح كيف صور القرآن العظيم هذا الموقف كله قال الله جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بغيظهم إما أن تكون الباء سببية فيسير فيسير ويصبح المعنى ورد الله الذين كفروا بغيظهم أي سبب غيظهم لأنه معصي ردهم لم ينالوا خيرا وإما أن تصبح للإلصاق فيصبح المعنى ورد الله الذين كفروا حاملين غيظهم معهم يعني لم يشفوه في وقت نفسه لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فبين جل وعلا أن هؤلاء كبتوا وردوا ولم يظفروا ولم يظفروا بشيء بعد أن كفأت قدورهم وجاءتهم من الرياح ما جاءتهم عادوا أدراجهم وكانوا لم يتفقوا على حال مع بني قريطة فلما فرغ صلى الله عليه وسلم منهم وعادوا إلى ديارهم جاءه الأمر من السماء أن يأتي بني قريطة ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبأ ذرريهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله يسعد من فوق سبعة أرقعة هذا مجمل ما جاء في غزوة الأحزاب كان هناك موقف المنافقين وقت الشدائد يمحص الناس فكان الشداء المنافقون يعمدون إلى طرائق عدة يخضون بها الناس كالعودة إلى القومية قال الله جل وعلا عنهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ينادون في الناس لا يقولون يا أهل المدينة يا أهل يثرب يذكرونهم بالعهود القديمة لا مقام لكم فارجعوا ويستهدن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة فهؤلاء المنافقون بذلوا جهدهم سعوا بكل ما يؤتون على أن يخضوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال ربنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما رجعوا نعود إلى ما كنت قد أبأت عنه في حلقات سابقة أنه ثمت أشياء لها دلائل كما مر معنا في حديث كعب بن مالك لما قال في النعلي النعلي الحارث بن إشان تقرأ قراءة صحيحة لما رجعوا قال عليه الصلاة والسلام اليوم نغزوهم ولا ولا يغزونا فلم يعد بعدها أن قريش قدمت على المدينة البتة إذ ردهم الله جل وعلا خائبين فكان انقطاعا إلى أن فتحت مكة ولم تقم لقريش قائمة بعدها أن يأتوا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم العاقل له أن يتخذ الطراق لتدفع عنه الشر فاذن صلى الله عليه وسلم أن يخذل عروة بين الناس قال الحرب خدعة وصنع عروة ما صنع ما بين قريضة بين قريش حفاظا للنبي صلى الله عليه وسلم بيضة الإسلام وقياما بالأمر قبل أن يعرف الناس أنه مسلم وهذا ينبغي أن يعلم أنه من حق القائد ولي الأمر أن يتخذ طرائق عدة لينفع ما تمن عليه وليس شرطا أن يعلم الناس لما اتخذت هذا أو كيف أذنت به أو أعلمت تكأت في صنعه المهم أن يكون هناك رغبة صادقة في الحفاظ ثم لابد أن يكون لولي الأمر في أي محفل ولي الأمر الأعظم أو من دونه مساحة من اتخاذ القرار من تأتي لأحد وتقيده تقييدا فيما يقول ويفعل فأنت لم تصنع منه قائدا صنعت منه آلة لكنه لابد أن يعرف الناس أنه القيادة الحقة هناك مضمار تجري فيه هي أدرى كيف تسوقه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في كثير من أموره بل في كل أموره وأحيانا تخفى مكانه الغزوة والسرية حتى عن رجل في مقام أبي بكر ولهذا من قدر له أن يصاحب عظيما لا يحسن أن يسأله عن كل شيء ولا أن يعلق به كل شيء بمعنى أنه صاحب القرار كالأب في بيته ليس لزاما عليه أن يخبر جميع أهل بيتي بكل شيء لما فعل هذا أو صنع هذا أنا أتكلم عن كل ذي سلطان قل أم كثر عظم أم حقر وحتى أكون أنا أتابعا حقا يعني من أؤتي منزله ثمة أشياء يقف فيها الله يقول عن ملائكته وما منا إلا له مقام معلوم لو أن الناس تأدبوا بهذا وعرفوه لكان فيه من صالحهم ما فيه أمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله لما بعث أحد بزرائه أظنه رجاء أو غيره إلى ابنه فلما ما كثر الوزير يتكلم مع الإبن اسمه عبد الملك فقال الوزير للإبن أخاف أن أباك يسألني هو طلب منه أن يكتم شيئا قال إن أبي لن يسألك عن شيء لم تخبره إياه تجلت في غزوة الخندق فرسته صلى الله عليه وسلم في الناس في من يبعثهم في من يطلب منهم أمورا معينة في من يكلفهم بتكليفات فظهرت فرسته في الناس فكل من أسند إليه أمرا وفق فيه صلى الله عليه وسلم أذن لسعد أن يحكم فوافق حكم سعد حكم حكم الله وأذن لعروة أن يخذل فكان قدرته على التخذير مصيبة وغير ذلك في خبر الأحزاب مواطن عديدة دلت على فلاصته مما يعني يتاهل الموفق أن يكون الإنسان مصيبا في قراراته قالوا إن رجلا كان له خصوم يحاربهم فجاء إلى غلام مرفه في قصره فسلمه منطقة منطقة يعني ما يربط فيه السيف ما يوضع عليه السيف وقلده سيفا وأمره على جيش فيه أفاضل الرجال فجاء أحد وزرائه ونهى فأبأ فلما أبأ هذا الجيش فيه فرسان لكن لا يوجد قائد إن هذا الفتى الصبي الصغير ليس بأهل القيادة فغلب الجيش أما غلب الجيش هذا منذ أن رأى الناس انكسروا ركب فرسا وفر فقتل من قتل جرح من جرح وأسر من أسر هذا الذي فر أسره نحونا أناس من الأعراب في البادية وينظرون إلى جمال خلقته فقال لهم إنني ذو حضوة عند الأمير فإن أردتم مالا فأعيدوني لي فعادوه إليه وقد رأاه سالما فندم الأمير على أنه لم يأخذ برأي الأول الوزير الذي نصحه ألا يبعث بهذا على رأس الجيش وقال عنه يتحدث عن أن هذا الأمير لم يوفق قال يتكلم عن الفتى ويكاد من شبه العذارة فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقدي خسره سيفا ومنطقة تؤوده جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده يعني الحاقل من دلالة سلامة العقل وحسن القيادة أن يختار الرجل فرسانه لكنها غزوة الخندق قد نأينا عنها بعض الشيء في مجملها دلت على أن المجتمع المؤمن في عصر النبوة لم تبق فتنة إلا وراءها ولم يبقى نوع من الإبتلاء إلا وقد عاشا فلما كانت تزكية الله لهم في القرآن عظيمة وقرأنا ما كان لهم بدن في بدر وأحد والخندق الآن تأمن هذه الثلاث بدر قرابة 140 كيل عن المدينة وأحد على أطراف المدينة على أطراف الحدود والخندق قبل أحد داخل الحالة فالحال تبدل من الذهاب للعدو أميالا إلى الذهاب إلى أطراف المدينة إلى البقاء داخل حوزة المدينة هذا كله يدل على شدة على شدة البلع ويدل كذلك على أنه ليس شرطا ولا لزاما أن يكون التعامل على هيئة على هيئة واحدة فمرة ذهب إليهم ومرة أتى إلى أطراف بلدته ومرة توارى خلف خدقه ليست القضية قضية أنه من قوة إلى ضعف ولا من شجاعة إلى خوف محال لكن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أولى بها فتغيرت أحوال حربي صلى الله عليه وسلم لتغير واقع الحال فلما تغير واقع الحال تغيرت طريقة التعامل مع ذلك الحال كل بحسبه لكن ما الضابط فيه أين تكمن المصلحة العامة لأهل الإسلام في الكر أم في أن نقبل بالحصال لا نقول في الفر لأنه لا يشرع أبدا فالفرار من الزحف من كبار من هذا السياق نفسي كذلك يعرف تأتي أحيانا وقائع كما أن الكتاب له هامش فالأحداث العظام لها هامش لا بد من قراءة الجميع يقول أبو سعيد خضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد فتن البي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يزوره فوجد أبا سعيد يصلي وبينما هو ينتظر فرغ أبا سعيد من صلاته فرغ أبي سعيد من صلاته إذا بفعبان أو حية في أرجون البيت فالضيف عمد ليقتلها فأشار ليه أبو سعيد أن يجلس فلما فرغ من صلاته أخذ بيده وأخرجه من الدار وأشار إلى دار غير بعيد وقال ترى تلك الدار قال نعم قال إنها كانت لفتا لنا معشر الأنصار كان حديث عهد بعرس زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فكان يأتي يحفر مع رسول الله سلم ويرابط يعني هذا أموذج هديث عهد بعرس ويأتي يحفر في الخندق ويستأذى النبي صلى الله عليه وسلم في المساء أن يعود إلى أهلك بمثل هؤلاء الفتيان ساد الإسلام يعرف ما له وما عليه التوازن في إعطاء الحقوق يعز عليه أن يعلم أن نبي الأمة ورأس الملة يحفر وهو بائت مع عرسه فيذهب ويحفر أول النهار ويعز عليه أن يضيق على زوجته ولا يجعلها تفرح بزواجها منه وهو فتا فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى داره هذا الجيل ما عرف مدرسة إلا واحدة مدرسة القرآن مدرسة القرآن التي كان إمامها رسولنا صلى الله عليه وسلم موضوع علاقة سعيد بالشعب قال فجاء مرة يستعدل فقال له عليه الصلاة والسلام أني أخاف عليك بني قريضة فلأ أخذت سلاحا معك فأخذ السيفا والأصل المدينة ما فيها عدو فلا يحتاج أن يمشي بالسيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع النساء والذراري في حسن بني حارثة حتى يجعلهم في مأمن فعاد هذا إلى بيته وأخذ السيف معه لما أقبل على البيت إذا بزوجته خارج الضر دبت إليه الغيرة أنت حديثة عهد حديثة عهد قال أبو سعيد يخبر صاحبه هذا فلا يدرأ أيهما أسبق موتا الحية أم الشاب وهذا في الموطأ فلما علم صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإن رأيتم مثل هذا فاستأذنوها وحرجوا له أو علي ثلاثا فهذا ما يقرأ على هامش غزوة الخندق من معرفة الأشياء والحية عدو وعلى سلطة والسلام ما سألناهن منذ أن أن حاربنهن والله يقول قلنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فهناك عداوة مع الحية وهي أداوة طبعية وعدوة مع الشيطان وهي أداوة دينية والعداوة الدينية لا ترتفع إلا بارتفاع الدين ولهذا تبقى عداوة الشيطان أزلية وعداوة الحية عداوة طبعية لا ترتفع إلا بارتفاع الطبع فتبقى الحية أدوة حتى ينزل عيسى بن مريم لنزل عيسى بن مريم نزعت حمة كل ذاتهما فقال عليه الصلاة والسلام فيضع الصغير الوليد إصبعه في فم الحية فلا تعضر فمن جعلها في الأول ذات حمة هو الذي نزعها منها وهذا لا يقرأ فقط على أنه شرات ساعة قربة أم بعدت يقرأ أول ما يقرأ على أنه دلال على قدرة على قدرة الله ولهذا مما يحرك القلوب عند قراءة القرآن آيات مثل قول الله جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ما تشاءون إلا أن يشاء الله هذه الآيات إذا قرأها المؤمن تزيد من يقينه تزيد من تزيد من إيمانه هذا ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال حول هذه الغزوة التي لم يكن فيها قتال إلا ما كان من علي وعمر وعمر بن ويد وقد بينا فيها مناقبة سلمان رضي الله عنه وارضا في أول حديث في حديثك يا شيخنا تحدثت عن القائد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا في ختمه تحدثت عن ذلكم الجيل الجيل الذي خدم وقدم كل ما لديه للإسلام ربما بعض الناس يعني نختم بهذا يعني يبرر لنفسه في أثناء قيادته لمن تحته من أسرته أو ما إلى ذلك بأن الجيل غير الجيل فيرى في هذا تبيرا لفشله في قيادتهم هو الجيل غير الجيل نعم لكن نحن لا نطالب بعين الحدث إنما نطالب بالرؤية العامة كل ما اتبع الإنسان صلاح الحال ما يغلب على الظن يعني ما هو العقل العقل في كلمتي كل شيء أصلا في كلمتي مراعاة مقتضى الحال مراعاة مقتضى الحال على عجل النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة كيف بك يا سراقة سراقة إذا لبست سواري كسرى قال له عمر يا رسول الله كسرى وقيصر فيما أنتم فيه وأنت تنام على الحصير قال لا في شكل أنت يا ابن الخطاب أولئك لهم الدنيا ولنا الآخرة لنا الجنة لم يقول هذا لسراقة سراقة خرج هو يمني نفسه بالمئة ناقة يحتاج يرجع بشيء يعوضه عن الأمي التي فقدها هو الآن ساخت قدمه فرسه فيريد أن يحتاج يرجع بشيء يثبته هو خرج للدنيا أرجحه بشيء من الدنيا ولو بعيد فقال له سواري كسرى أما عمر لم يكن حديث أهد بإسلام الفرق قضي الله تعالى عنه فقال له أفي شكل أنت يا ابن الخطاب ذكره بالجنة لأن إيمان عمر لا يمكن أن يقاس إيمان سراقة نعم أرجو أن تصل هذه الرسالة وأن تصل لقلوبنا قبل أسماعنا كل هذه الأحداث وكل هذه الفوائد التي ننهلها من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحلقة كما أقول دائما تمر سريعة في حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الشيخ صالح باسمكم جميع نتقدم بجزيل الشكر لشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبا في المدينة أتزرى لكم المثوبة شيخنا وأنتم مشاهدين شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة موعدنا معكم في حلقة قادمة إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته